أعلنت وزارة الإسكان عن البدء في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمتوسط الدخل للوحدة كاملة التشطيب بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان أوضحت الوزارة أن منطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة تضم 68 عمارة تشمل 1632 وحدة سكنية شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام كما أشارت الوزارة إلى تنفيذ 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة الخامس عشر من مايو بمنطقة النرجس